السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة كما ترون باريزيان بيت او الخبز بيت او الكومير يحاول انك لا تضيعي استغليه في الوقت لكي لا يقصح بكثير حاول انك تستغليه في وصفة او اكلها تكون ديدة و هي سهلة لا تأخذ شوق بكثير غير في المقلة لا نقليه موالو بعد اخترت اغلبية الوصفات نأخذ الباريزيان و نقليه مع البيض طريقة صحية و سهلة في دقائك توجدها نأخذ الباريزيان و نقطعها كدوائر على ارقاق مش غلط نأخذ مقلات مقلة و نضيفها زيت و زبدة نحاول ان نبن الخبز ملق الزبدة و يتقلها قليلا و يرتب قليلا نحاول ان نتخن الزبدة و الزيت نضيفه و زبدة و خبز نضيفك و يسعد الملعقة في قول الزيت و نضيفه و اقفضه السكال و ملعقة في قول الزيت و شركة الملعقة كبيرة و ملعقة نضيفه و يشرب الزيت و يتحمر نقص العافية و نجعل الخبز يرتع و يتحمل نجعل الخبز يسخن و يتحمل نجعل الخبز يسخن و يتحمل نحن نحضر تصدق الفبز يوم نضيف الخبز يتحمل نضيف مرتفع اما من البيت يطلق النقص ملحة و الملحة و الملحة و الملحة نقص العافية نقص العافية نقص العافية نقص العافية نضيف البيض حتى يكون طيب نضيف البيض نضيف البيض نضيف البيض نضيف البيض وضيف البيض جميع الحافية تستعمل البيض طلب ابحث مكسل مجرد ان تحرك المقلوقي تشمع الطائب البيض ملتحت مصافة منطفو عليها يمكن تخذ عشرة دقيق طريقة سهلة تصعو بها يعني في اخر لحظة يمكن تدريها في اي وقت ممكن ان تدريها لغوية وخامة تلقي تشي حاجة في الدار تغيير الخبز تدريها كايا مع البيض وصفة اقتصادية مطلع يوضحه يستغل لي ما حده بقي شد الفرازه بقي رطب ماشي حتى كيكرم وموريكم هي كيجي خب عيني كيجي مجموع كيجي والديد كيتكال سخون اتمنى اخواتي ان هاد الوصفة تني اعجابكم ما تبخلوش هاليا باللايكات و بالاشتراك بالقناة بارتا جي وصفة مع الاخوات بشترون فائدة وبستحور راحة مع السلامة مع فيديو جديد ان شاء الله في رعية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة